أعلنت السلطات البرازيلية الاثنين إلى أن عدد ضحايا الفيضانات التي تضرب ولاية باهيا شمال شرق البلاد ارتفع إلى 18 ضحية في حين أجبرت السيول 35 ألف شخص على النزوح وأشار رجال أنقاذ في الولاية إلى مقت الرجل يبلغ 60 عاما غرقا في نهر في بلدية أوريلينو البرازيلية شاهد حجم الأضرار التي لحقت بالمدينة بأكملها إذا أعجبكم الخبر لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وحصري شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة